بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الروح سائلا الله سبحانه وتعالى أن يكون حديثا ساريا إلى القلب والروح وتمر الأيام ونتعرض لكثير من الأيام الفاضلة التي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الثواب ويضاعف فيها الأعمال مثل أيام وليالي رمضان وقبل ذلك وبعد ذلك الأشهر الحرم مثل الأيام الفاضلة العشر الأوائل منذ الحجة التي جعل الله سبحانه وتعالى ثواب الأعمال فيها هي أكثر الثواب في العام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وكشف لنا سر هذه الأيام وأن العمل الصالح فيها هو أفضل الأعمال الصالحة في سائر العام لا يضاهيها شيء من الأعمال الصالحة في سائر العام ما هذا؟ إنها الأعمال الصالحة إنها أفضل الأعمال إنها الأيام التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأسرار ولذلك كثير من الناس في مثل هذه الأوقات يريد أن يتعلم قاعدة يسير عليها ليختار أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في سائر الأيام ونحن نقول بعض القواعد وبعض الأمور التي يستطيع الإنسان أن يختار بها الأعمال التي يقدمها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوجه نعام فمن القواعد مثلا أن دائما الفرض أفضل من النافلة أو غالبا الفرض أفضل من النافلة إلا في حالات قليلة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن رب العزة أن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالإنسان لا يأتي النافلة إلا بعد أن يكون استوفى الفرائض فليس من المعقول أن يكون على الإنسان دين وإذا بالإنسان فيتصدق من غير ما يسد الدين الذي عليه وهكذا فالقاعدة الأولى أن الفرائض أفضل من النوافل وتسد أولا إلا في بعض الحالات الاستثنائية منها مثلا رد السلام فإلقاء السلام سنة ورد السلام واجب إلا أن السنة هنا أفضل من الواجب يعني الإنسان ينبغي أن يبادر أخاه بالسلام السلام يفشي السلام وهكذا إذن مرة أخرى الفريضة أفضل من النافلة وأحب إلى الله سبحانه وتعالى العمل الدائم الذي يداوم عليه صاحبه أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من العلمة الذي ينقطع حتى ولو كان المنقطع أكثر من الدائم فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الأعمال أدوبها وإن قل فالإنسان عندما يرتب نفسه على صدقه على عباده على كذا لا بد أن يأخذ في اعتباره أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع القليل الدائم خير من الكثير المنقطع العمل الذي يكون قلبه أقرب فيه قلب الإنسان أكثر إخلاصا فيه لله سبحانه وتعالى وأكثر حضورا مع الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس يسأل عن كثير من الأذكار وكثير من الأدعية خصوصا لما يكون في الحج مثلا أختار إيه؟ والإجابة تكون ما يكون فيه قلبك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأمر القلوب أمر مهم في القرب من الحق سبحانه وتعالى فأمر مهم أن تقدم ما تكون فيه أكثر إخلاصا وأكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى وهذه من طوابط أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى تقبل الله منا ومنكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر